السلام عليكم ورحمة الله و السلام عليكم في فيديو جديد على القناة. بإذن الله من عرضة جايين بفيديو ريفيو للطعمين الجداد اللي نزدو من ميرندا هنقول رأينا فيهم بكل سبق. انا وصارة هنجربهم احنا الاتنين وجايبين كوباية شفافة واشن نشوفوا اللهم بتاع الحاجات. طبعا دي كوباية من النشي يعني. ايه يا جماعة كوباية جوازية. كم شهر يعني. كم شهر وايه بتضحي عشان يعني توريكم اللون بتاع الصودة عشاكله عامل ازاي فارد تدعموها وتحطوا لايك. يا ريت قبل ما تكمل الفيديو حط لايك. نقررنا نعمل فيديوهات تاني يعني دي مفاجأة. لا خلاص خليهم اخر الفيديو. مفاجأة ايه? ماشي خلاص مش روش كده. لا خلاص اخليها لكم في اول الفيديو. نحن نقررنا نعمل فيديوهات تانية تحديات ما انكم وحبيت الفيديو الاول اللي احنا نزلناه. ان شاء الله هشوف فيديوهات كتير تحديات بيني انا ومصطفى. ان شاء الله هكسبوا بربط كل مرة. ان شاء الله يا مش معنى انا كسبت الفيديو بتاع التحدي تاع البزيادة اللي انا هتكسب على طول. فان شاء الله بس. ان شاء الله خليهم نكمل تحديد الفيديو تعريفينه ده عشانات ما ازايقش. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في الخناية وطفع اجراء الجهاز عشانات كل البزيادة الجديدة. طيب. اهو الطعامين دولا هتلاقيهو ده هصولين تقريبا يعني انتظرت الحد ما لاقيهو موجودين في السوبر ماركتات كلها عشان نعمل الفيديو ده. عشان لما تنزل انت متعودش تدارك. هم لسه جداد. هم لسه جداد جدا. ميكسات حلوة غريبة. اه هو مكتوب كده ميريندا ميكسات زهرة في الفيديو. مش قوي قرب شوية. ايوة تمام. ميريندا ميكسات. هو ده اول نوع توت وبرتقان. انا مش عارف ازاي اتنين نكسوا. مش عارفة توت حاجة والبرتقان حاجة تانية خالص. بص بقى الاغبت. عينب وشمان ميه يعني. اه شايفة اللي عينب وشمان شوية ان هم مسكرين شبه بعد لسي. توتو والبرتقان بحيسهم. العكس ده الشمان في حيط ما خلص الشمان ده ماشي بس ممكن يتمكسوا لكن توتو والبرتقان مش حسابه. طيب بصوا انا هبدأ اللي انا حمس له اكتر لان انا بحب البرتقان. يعني هبدأ بنوان. اه يخوف. تمام? احنا مشبرينهم. انتوا قدين شايفين دي بلت خالص انا جاب معها ما دي عشر دي ساعة. دي ساعة يبديني حرس دي. تمام? فهنفتح مع بعض. تمام هم تزاوك انا مش طفا اقول لكم تعمين طول هل هم جنزين في ماريندا ولا هل فيهم حاجة ضعيفة واني واحد فيهم حبينا اكثر. عشان لو انا مش عارفة افتحها لها. هي دايما صارها هي بتفتحها لها. طيب يعني ريحة عجيبة العجابة انا عصبه لكم انا عشان نشوف شكله عامل ازاي. ظاهر? ماشي لا انا زلوا عين انا زلوا عطرابيزة باين. ايه اللون ده? بصوا اللون اعمل ازاي ما? اللون اللي ازرع بفكرني بالله هو امريندا برضو كان عاملينها اللي هي تود. اللي هي كت عينة باينة ومش فاكر كافة. عشان من الناس ما تقرفش تقولك بالشابة واربعة دل بتاعي. بصوا طبعا هو في الستيم اللي هو اللي فوق ده الايل شوية. ولكن هي صودة لون هزرع غريب. لا مش كلها عشان انا مبشبش البيتس كتير فها طعبية. younger gentleman so think your dog would boy bewan. رحته طغي عليها جدا العنب. العنب اللي صلى طغي فة سنérie. العنب ايه يا مصطفى هو طوتوو برتقان يا حبيبي. هههههههههههه بطا depth انت ivy ايه? اههههههههههشокله جميع شكله محمض جدا يان. det عبارة عن توت تتعمل قبل كده توت خلي دي رأيك كده ما فيش برتوان؟ طب برتوان مسفحي تماما طب ايه رأيك في تقييمة توت الاول قبل ما دقيق يعني؟ ايه كحاجة شرابها حاسه صايز كده شوية مش اللي هو تعمل في برض مركز هو في توت بس مش تعمل مركز يعني فقديره مسلا سبعة من عشر اهدو انا ووضك سبعة من عشر بجديني كنت متحمس انا دقل برتوان يعني انا احب برتقان غريب جدا جميع انا حبيته لدرجة انه هشربه كله طيب خلاص لا بصوا انا رأي مختلف مع مصطفى شوية في حتة ان هو في ريحة برتقان وفي سيكة برتقان يعني مثلا هنقول في سقاب يعني ان هو لمسة في كم من عشرة مثلا برتقان هنقول ايه اتنين من عشرة بس الباقي اغلبه طول ايه الميكس اللي طالع بقى ايه مصطفى في ايه بحاول Fach Laser الميكس اللي طالع أه حاجة من بين الاثنين يعني ما بابتو مباشر ولا بابتو مباشر من دمجين بس عامو هشجة اللوي مضح Nabuz طيب تديله كم من عشرة عديله كم من عشرة هديله تسعم عشرة ق sorts 9 ما عشرة كل الصحول 9 ونص ايه هاد تديلو 9 ينص 10 انا اديت له 7 من عشرة لان في صراحة لأ تقييم مش حسو لأ يعني. التقييمك مش حلو. بس انا بحس باللي ازاي انا دي حاجة هشربها هترويني وانا دي حاجة هشربها هترويني في الحر وكده وتخليه مبسوط ولا لأ. فده توت. وتوت يعني برضو مش مركز او زي توت الكمامية وبكده. لا بس هو هو ميكسو لو تاقع لنبقات الموسمة. ما عايز اقول لكم هنصورة شربت الكنزو كلها هيا. لأ خدتها بس خد كده خد خليها جنبك في البتاع واشرافها بعد الفيديو تمام? ماشي اين? ده اللون او. خليها ايوة ايوة خليها شمال شوية كده ما حدد من دي. هاتبقات تانية فجأنا. دي يا جماعة قمنا عينب وشمام. انا دي ما مطلقوا بما بين العينب والتوتو الكريزي. يعني تلاقي التلاتة دور عندي مطلق باطين جدا ايوة. يا رب اعرف هست عشي. يا رب اعرف هست عشي المستفى متقدر ان شوال له. لأ مش قادر مساها. ان شوانت اوفرج بس. احياد هيت 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 افتحي عليه. ها تخلّت على النفسي. ايه? احياد. هاتب. ايه? هاتب. الريحة احير ما افتشرها على ان اطلعها. لأ انت فتحت شوية هامني انت بليه كده? ببيت العصير. كبت العصير. عصير ايه يا بقى بقى انت؟ هاتب معرفة البديو اصلا. كبت العصير. يا جماعة أعجبني شكلهم أولا رب يا رفت ما مانساش وهم صحة وش المنديل لقشين المنديل خالص 100000 المنديل ايه المنديل خالص اهو ايه ترش متاح ايه طبعا اللون عام زي لون البرفوم لما تشتري زي بيرفوم نديفة لايه اللون ده ريحة حرفيا ريحة شمام يعني معرفش انتو عارفين كانوا عاملين زمان شمام وبطيف اللي هي نفسي ريحة شمام شمام يعني ما فيش اي ريحة تانية انا اجربوا لكم ده اينبو شمام ايه لا 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 تخزيني ارجوك وحشة انا حاسم طعم العناب موجود طعم الشمام موجود طعم الشمام موجود طبعا ولكن المنديل مش مفهوم يعني انت هتخش جوة فيه خناقة وطعم الشمام طاغي جدا طب قطرني شوية بقى معاش طويل شوية عشان عارف طبعا ايه انا بتعرفش تحكم لما بدوق كتير باردو نفس الفكره طبعا لكن هنا اللون غريق شوية طب سويني بقى بامانة انا بتديره 6 مع عشرة مش هتديه اكتر من كده بجد مش جادير بالتجربة تماما يعني حاسه شمام ببطي يعني شمام شمام فاتح شمام او باكل بانه مش مسكرة هو العيب اللي فيه حد لوقتي وجيني انه هو مقص سكر مقص سكر شوية لا هو فيه سكر بس اكيد مقص سكر شوية لا معلش انا من كده مع البطاقات الغازية بقى لازم حاجة انا مسكرة يعني لا بيه ناس متحبش بحاجات مسكرة قوي هو سكر بتاعهم معتادل هو مش سكر اوبر تحسن انت في حاجة مسكرة هي ممكن يكون عشان هي مريندا ليه مش انتاج كوكولا مريندا تبع كوكولا فعشان كانت في كولا اصلا مدرسة تقلل السكر مريندا في الغالب انت مش هارف كوكولا كونو عدصار بيبسي لا ادي بيبسي انا ما عمل بلوك طيب بيبسي يعني بيبسي بتحط سكر كتير جدا في البيبسي بتاعها طب بسواني انا بس عاجة كوين ده ده جمع انا مش متفقق مع مستقن هو ولا عنب ولا شمام انا حاسة ان هو طعم وبطيخ هو الله علي عظيم جواز طعم عام زي مللت بس خمنا بنأكله ايوه ااكيد ملت بس كان سغل نون كده كان هو بيتقفل من محيتين كده وكن طعم البطيخ ملوكي باين ملوكي باين جديد في حعاكات قديمة كان لون أحمر كان لون شبهة اللون ده نعم نعم كان نفس اللون لو هتشوفو كان هو لونه لونه قاطم كده بصو نفس اللون ده بالزبط ايوه وطعم نفس الطعم اجزاك زي سيم بس عفكرا كان بيحب الملبس ده يحبه قوي يعني بالزبط هو طعم ضميل انا ده هتديله تسعة من عشرة يعني انا تجربتي ان انا حاسة من العنب والعنب والشمام اقل ايه بطوط بستين جميل جدا بصو حاسة انا بقدق سواني انا هكايم بس حاجة حاسة ان التوتو بطقون اللي هو الاول ده اللي هو الازرق تمام حاسة بقى متفوق شوية عند العنب والشمام العنب والشمام فاعمه جفيف يعني فاعمه خلينا نجبهم كده ظهرين ماشي كل اخب حاسة كل احنا بلين مراندا اه عجبني اوي خليها جنبا عجبني اوي مكس الالوان اللي هو الكنز لونها ازرق فرجوها لونها ازرق حاسة انها ما اشرب محلين كميوية لا بس فرح حلو قوي جميل بصراحة فهو ان الحد الوقتي لو عايزة اشرب حاجة من الاثنين اه هاشرب اه اللي انا دقت الاول توتو بصقون طمام عايزة حاجة بقى مش مسكرة وهادية شوية وطعمها بطيخ شوية هاشرب عنب وشمام ال startup انا عايزة اقول حاجة انها ايها انا مش هاشرب بطيخ اثنين انا مش هاشرب بطي diye اثنين في وقت انا حاسس ان انا فيه عايزة تجرب حاجة غريبة بما كقى طعم غريبة هي فعلا مرنة عبدو قطعم غريبة وهي اكدا الى فلما ان امت fancy ان افاكن ان ده طعم غريبة وانت اقول رقيا فيه فضرت جميل تق season ايو ايو مرنة ايو مرنة يعني لأ بس هوما على فكرة كويسين بالنسبة للمكسات فالمكسات معتادلة الميكس بس اللي مش عاجبني اللي هو العنب والشمام هو دقت اخر واحد ده هو مش عاجبني هو انا حاسا في يعني مش حاسا فيه طعمين يعني مش ولا لايق عنب ولا شمام ولا حاجة ما يكسبينه ايه حاسا ما امتي هو عشان نرخص التجربة عشان ما نطويش الفيديو كفير جدا وما نرغيش كفير جدا انا اديت للطعم الاولاي اللي هو كان توتو بورتقون سبعة من عشرة وانا يعني رأى انصح بتجربته الا ان انت عايز تجرب حاجة جديدة جربوا حاجة غريبة صارت دات له تسعة ونص عجبها جدا انا اديت للتاني دون ستة من عشرة اللي هو شمام وعنب صارت دات له تسعة نا انا هتديله ثمانية ونص ثمانية ونص ويعني هي بترشحه لكم فانتم شورة صارة كده اشوفوه انا برشحه لكم قوي 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 اللي هو الاول الاول او تحت وقت نشوفكم في فيديو جديد اه سواني انا بس عايزة اقول حاجة مهمة ايه اللي مفاجئة بتاعة الاول المفاجئة انا قلتها في الاول قلتها هنعمل فيديوهات تحديات وكده ولو عايدين فيديوهات بردو من دي تاني احنا نجيب حاجاتكم نجربها لكم وقلونا في الكومنتر بتاعة وهقول حاجة تانية ان في برضو ميريندا ظهر طفاحة اقدر انا بس نزل قبلوهم بس عايزة اقول لكم ان التفاح لغدر تحفة انا جربتوا تحفة 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 يعني احنا مجبنوش معانا هنا احنا جبنو طعمين غربس بس اكيلا احنا من ميريندا التفاح لغدر عاقين طعمها وطعمها رجيمة انا جربت تفاح لغدر بصراحة جديدة اللي هي بلسيم الجديد تدعم ده جميلة جديدة ياريت تجربوا لحد ما نشوفكم فيديو جديد تشوش تعملوا لايك وسبسكراب في القناة وتفعلوا زراج الجرس ونشوفكم فيديو جديد بإذن بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع السلام